اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة في فيديو جديد عن الابراج وصفات الابراج النهاردة هنتكلم عن اهم صفات برج العرب المائي واهم اسراره اهم حاجات لازم تعرفها عنه especially لو انت معجب به او حاسس باتراكشن نحيته او حاسس ان هو يهمك فالفيديو ده لأي حاج مهتم برج العرب علشان يعرف ازاي يتعامل مع برج العرب ازاي يفهمه ازاي يحاول يعرف اسراره اكتر و اكتر و اكتر بليز جماعة تابعوني على الانستجرام و على الفيسبوك اللينكات موجودة تحت و قولولي بتفرج على من فين و انتو برج ايه ولو بتحبوا القناة تعملوا اللايك تشجيعي عشان اللايك بتاعكم بيخلي الفيديو ريكماندد لعدد اكبر من الناس برج العقرب انا بقول كراشا من برج العقرب انا بعتبره من اصعب الابراج يعني هو برج صعب في فيديو نعملته قبل كده اسمه الابراج الاكتر صعوبة اللي بتحتاج طريقة معاملة خاصة هسيبهولكو هنا تفرجوا عليه فبرج العرب مش برج سهل صعب بيقع في الحب الصعب اللي انت تفهمه لانه هو مش غامض شئنا وقباينا برج العقرب شخص غامض جدا مش بيبان شعره الحقيقية مش سهل يعبر عن شعره برغم انه هو شخص حنين جدا رجل او امرأة العقرب حنينين جدا جدا عطفين جدا جدا عندهم حب امتلاك مش طبيعي اول صفة لازم تاخدها عن برج العقرب ان هم غيرين جدا 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 بقى من هنا لحد بكرة الصبح ممكن الكلام عن غيرة برج العقرب بلاس حب الامتلاك عندهم حب امتلاك مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي مشي يعني انت بتاعي محدش يجي نحيتك محدش يقرب منك محدش يفكر بس يعدي من قصادك انت ملكية خاصة ليه فقط لا وسته وراجل الاثنين غيرين غيرها مرضية مرضية انا برج العرب انا ممكن اقول عليه من اكتر الابراج الغيورة فلو انت حضرته في برج العرب لازم تكون هتتعامل مع الغيرة دي لازم ما تستفزش غيرته ان هو ممكن يسيبك عشان الغيرة وهو شكات كمان يعني هو شخص شكات جدا جدا محلل رائع يعني هو شخص بيعرف يحلل عنده قدرة تحليلية مش طبيعية بيعرف يحلل كواس قوي عنده قدرة ان هو يمتصك بيعرف يحتوي اللي قدامه يعني برج العرب من الابراج اللي لو بتحبك او معجبة بيك هتعرف تحتويك قوي 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 هتعرف تمتص غضبك هتعرف يعني عارفين انت الوقت بيفتح لك حضن وكده بيقولك تعالا تعالا ديك حبة حنان وحبة امان هو كده برج العرب لو حبك اكبر نفسك بروتاكتد بروتاكتد من حد قوي في حماية حد قوي لانه هو هيحميك بقلبه وروحه وعمره وعقله وخياله وكل حاجة حلوة لو حبك مش هيخلي احد الكلام عنك لو حبك هيدافع عنك على طول طالما انت حبيبه محدش يقدر يتكلم عليك في حضوره محدش يقدر يجيب سرتك في حضوره لانه هيدافع عنك هيبقى ودي ميزة حلوة جدا لان العقرب اللي يحبه خلاص بقى في منطقته هو شخص قوي فهيارف يدافع عنك وبقوة دافع عنك باستماتة هيستميت من اجلك عارفين انتو الموضوع ده تاني حاجة هو حنون جدا جدا يعني شخص حنين شخص عطوف شخص حسناه بيبز حبك كده لو حبك هيبقى بيحاول يسعدك بيحاول يسعدك بكل ما اوته من القوة بيحاول ان هو يقدم لك الحب بيحاول يشوف انت بتحبقي عايز ريحك عايز يعملك كل حاجة في الدنيا مش عايز يحرمك من اي حاجة هو بس فيه سنة حرص شوية ممكن الحاجات اللي مش بحبها في برج العرب سنة حريصة يعني برج العرب مش الابو راج اللي اقول عليه na he attờ هي حديدة الكرم هو مش شديدة الكرم هوا عريص الا لو مع الناس اللي بيحبوه مش احرمه من اي حاجة بسيطة عاممتا شخص شوية ان هو ممكن نقول عليه شخص حريص شوية شخص العقرب من الناس الذكية جدا بتعرف التعمل كويس بتعرف تجذب جذابين يعني عمرك ما هتلاقي حد اما برج العقرب اللي ما هتلاقيه شخص جذاب يعرف يتكلم كويس يعرف يلعب بالكلام يعني هو الكلام ده لعبة عنده بالنسبة له حاجة ثافة جدا وثق في نفسه جدا عنده ثقة أي حد في برج العرب دمه خفيف جدا أي حد رجل ومرأة برج العرب من أكثر الناس اللي دمهم خفيف ويدحكوه وثقين في نفسهم عارفين إمكانياتهم عارفين قدراتهم عارفين حدودهم عارفين هما بيقولوا إيه وإمتى وإزاي تقال يعني شخص تقيل شخص عنده حضور أنا بقول إن برج العرب من أقوى الأبراج يعني هو برج قوي بتقال عليه إن هو برج قوي 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 عنده leadership skills يعرف يكون قائد يعرف يكون مدير يعرف يدير ناس ويدير أشخاص فهو شخص قوي جدا جدا بس هم مراوغ يعني مش direct برج العرب مش من ناس الصريحة direct خالص هو بيلفه ويدوره مراوغ جدا جدا فيه سنة ألانية شوية يعني ممكن يكون يعني مصلحته الأول بيهتم قوي بشكله بنفسه وعنده إيجو بتاعه فيه سنة تعرف قيمة نفسه قوي قوي دايما نفاهم إن هو فاهم في كل حاجة بس هو بيحبوا الكلام قوي يعني برج العرب من الأبراج اللي بتحكي تكلم يعني هم بيحبوا يتكلموا يعني وعارفين قيمة نفسهم عشرين تسعة عالفين وتسعتاشر وإزا مالك يتغلب في السوبر مع إن إحنا اللي خدنا السوبر السنة فاتت ماشي خلاص عشان لو فيه حد بتفرج كمان عشرين سنة تبقوا عارفين إن إن الزام الكوي مكتئبة ماشي يا جماعة برج العرب من أبراج اللي بتحبه وبتكره في أبراج بتحبه وتكره يعني لو بيحبك هتعمل معك بطريقة ولو بيكره هتعمل معك بطريقة تانية فهو يبيحب وبيكره بيحل الكواس قوي شاطر قوي في التحقيقات حاس إنه محقق قنن يعني لو بيحب حد يدور وراه ويعرف يجيب قراره ويعرف يجيب شاطر جدا في التحقيقات بيموت في برج الحد برج العرب بيست ماتش بتاعه البست كابل بتاعه هو برج الحد بعد كده سرطان دولة أكتر برجين هو بيحبهم بيحب كمان أسد وحمل دول بيحبهم بيحبش قوس لا بيحب أسد وحمل أبراج ترابية مش بيحبهم قوي يعني بشيش معهم يعني ممكن عزراء ممكن عزراء وطور برضو بينجذب لهم جدي لا عرب وجدي ما بيخبطوا في بعضه بسرعة بس دي شوية أسرار سريعة كده عن برج العرب اتمنى أنها كنا عجبتكم قلولي تحت الكلام ده شايفينه صح ولا اعملوا لايك عشان اللايك بتاعكم وهم جدا جدا ندعم القناة ما تنسوش تدعموني كمان وتتابعوني على السوشال ميديا عايزة كل 500 ألف واحد تدخلوا لي دلوقتي حالا على استجرام وعلى الفيسبوك وده تحذير واعملوا شار كتير كتير لايحد تعرفون برج العرب أو بيحب حد من برج العرب قلولي تحت انتم متفقين وانا مختلفين وبنسبة كم في المية وبعتولي على الانستجرام قلولي انتم برج العرب ومتفقيني مع كلام ده ولا لا شكرا قلولي